قلية الفقه الحنفي لألا نتقوى عليهم فأي إنكار علينا إذا قلنا بنفس الطريقة يعني لا تقول لي نحن على مذهب إذا ضربني على الخد الأيمن أدر له الخد الأيصر هذا ليس في الإسلام الإسلام ربنا يقول وأنتم الأعلون يجب أخذ كل الأسباب لنبقى الأعلى ليش نريد العلو؟ لا نريد العلو ولذاته نريد العلو لتبقى كلمة الله العليا الدين لا بد له من قوة تحفظه وتذب عنه وتمنع أي اعتداء يرد عليه أو على أهله وإلا تستباح بيضة الإسلام فلذلك شرعت هذه الأحكام التي بها يتم إضعاف قوة المشركين وكسر شوكتهم نسأل الله تعالى أن يمنى علينا بذلك نسأل الله تعالى بفضله وكرمه وبجاه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعيد الأمة إلى ما كانت عليه من الدين الحق عقيدة وفقها وسلوكا ليستحقوا نصرة الله تعالى عليه إن تنصروا الله ينصركم إذا نصرنا الله بنصرة دينه تعلما وعملا ودعوة وتبليغا وجهدا وجهادا فعندها سينصرنا الله سبحانه وتعالى وما لا يحترق منها يدفن في موطع لا يقدر كفار عليه إبطالا للمنفاة عليهم وأما الأسارة يمشون إلى دار الإسلام الأسرى الذين نأخذهم معنا ماذا نفعل بهم؟ نأخذهم إلى دار الإسلام متى يحدث الحالات الخمس هذه؟ هذا بعد الإحراز بعد الإحراز يعني ما دمنا في دار الحرب كما سيتم مبحث القادم هذا إن شاء الله اللي هو مبحث الغنيمة متى تستحق الغنيمة بالإحراز؟ متى يكون الإحراز؟ بمجاوزة دار الكفر بدخول دار الإسلام ما دمنا في دار الكفر ربما ينقلبون علينا ونفقد ما بأيدينا أليس كذلك؟ متى نأمن على ما بأيدينا أنها غنائم فنقسمها إذا جاوزنا دار الحرب ودخلنا دار الإسلام قالوا أما الأسارة يمشون إلى دار الإسلام فإن عجزوا قتل الرجال عجزنا عن أخذ الأسرة ماذا نفعل؟ الرجال يقتلون واضح؟ لا يردون ولا يمن عليهم ولا ولا يقتلون وترك النساء والصبيان في أرض مضيعة حتى يموت جوعا وعطشا لأن لا نقتلهم للنهي نهينا عن قتل الصبيان والنساء فنحن لا نتعمد قتلهم ولكن نتركهم في أرض مضيعة حتى يموتوا فيها لكن بدون مباشرة منا فالنساء لماذا هذا؟ قال فالنساء يحصل منهن النسل يرجعن يلدن خلال أربع عشرة خمسة عشرة سنة يصرنا أمهات لجيش يقاتل المسلمين صحيح؟ أي نعم والصبيان يكبرون هؤلاء صبيان الآن بعد عشر سنين يكونون وبعضهم غير بالغ بعد سنتين يصيروا جنديا يقاتل المسلمين ويقتل المسلمين فيصيرون حربا علينا فتعين ما قلنا هذه مسألة يا إخواني وأخواتي يعني في ظل الحرب بل الإنسان لا يستنكر مثل هذه الأفعال في ظل الحرب الدائرة قتلوا منا ما قتلوهم وهم حرب علينا ولو تمكنوا منا لما راعوا فينا إلا ولا ذم لا راعوا امرأة ولا صبيا ولا شيئا من هذا يعني اليهود الآن ماذا يفعلون بالمسلمين فإذا تمكن منه المسلمون هل يقال والله إنه هذا وحقوق يعامل معهم بحسب ما في كتب فقهائنا الرجال يتعامل معهم بما يستحقونه ربما يكون الأصلح قتلهم فيقتلون وربما يكون الأصلح استرقاقهم مسألة الرق الرق خلينا نفرغ هذه نعطيها هكذا شيئا قليلا من البيان ولهذا قالوا إذا وجد المسلمون في دار الحرب حيات وعقاربة ينزعون حمة العقرب وأنياب الحية دفعا لضررها عنهم ولا يقتلونها لألا ينقطع نسلهم وفيهم أنفعت الكفار وقد أمرنا بضده يعني احنا الآن في دار الحرب وجدنا أفاعي وجدنا عقارب هل نقتلها عناهم على شيء احنا نريد إيصال كل ضرر إليهم بيننا وبينهم حب رفضوا الإسلام ورفضوا الجزاء ويريدون الحرب فماذا نفعل كل موطئ يغيظ الكفار أن تتثاب علي قال ذلك وما كان لأهل المدينة ومن حولهم الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغو أنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ المسلمون ولا نصب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا أي نيل أي أذى توصله إلى الكفار الحربيين أثناء المعركة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضي أجل محسنين ولا ينفقوا نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واد إلا كتب لهم ليرزئهم الله أحسن ما كانوا يعملون هذه عبودية المغايظة مغايظة الكفار مراغمة الكفار إيصال ما يرغم أنوفهم إليهم كسر شوكتهم إضعاف قوتهم إدخال الغيظ عليهم هذا فيه أجر وثواب لأنهم يعادون الله يحاربون الله ورسوله أليس كذلك؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يحاربون الله ورسوله طيب وضحت هذه المسألة أنه قال يعني تقطع أنياب الأفعال لألا نؤذى بها ما دمنا موجودين لكن لا نقطع نسلها نريدها أن تؤذيهم واضح؟ طيب الآن مسألة الرق هل الإسلام منع من الرق؟ منع؟ منع؟ وين الآية أو الحديث؟ أنا سؤالي واضح لما أسأل سؤال لا نجيب إجابة لا تتعلق بهذا السؤال هل منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرق؟ هل جاء في القرآن الكريم ولا تسترقوا؟ لا إذن هل منع الإسلام؟ لا منع؟ سؤالي بدون تفصيل سؤالي منع أو لم يمنع؟ لم يمنع إذن الباب مفتوح أو مغلق؟ مفتوح طيب هل أمر به؟ لا أمر بأن نسترق؟ لم إذن لا أمر ولا منع طيب إيش العبرة في هذه؟ إيش الضابط؟ أحسنتي عند المصلحة عند الحاجة حسب العرف الآن في ذلك الزمان عرف الناس الاسترقاق أمر موجود قبل الإسلام والإسلام لم يمنع منه والنبي صلى الله عليه وسلم كان له رقيق كان له أما مارية القبطية وكان له رقيق أليس كذلك؟ هل منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ طب هل الصحابة كان لهم رقيق؟ نعم كيف لا؟ بس بدنا نمسح بدنا نحسن صوت الإسلام بمخالفة ما ثبت في القرآن وفي السنة وفي التاريخ يعني لا نكون سامحوني مهزمين إلى هذا الحج من قبل أعدائنا أنه كل لا ننظر إلى الإسلام وإلى تعاليمه بنظرة المخالفين واضح؟ هم يفجرون ويدمرون ويهتكون كل ما هو مستور ولا حسيب ولا رقيب يعني لا نريد أن ننظر هذه النظرة إلى إسلامنا نظرة هزيلة مثل ما بعض الناس المعاصرين ومحسوبين على العلم يعني يقول لك لا يوجد عندنا إحنا في الإسلام شيء اسمه جهاد ابتداء إحنا فقط جماعة مسالمون فعندنا جهاد دفع من اعتدى علينا؟ نعتدي عليه ويأتيك بآيات مرحلية نزلت في بعض المراحل أو يأتيك في بعض آيات مكية اللي هي يشكف أيديكم ها إحنا مأمرون بكف اليد طيب وأين تذهب من قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ها؟ أين نذهب من هذه الآيات؟ إلا أن إذا أردنا أن ننزعها من القرآن الكريم أو أن نذكرها على الخاص على استحياء لا لا نذكرها على استحياء هذا أنا نتكلم في أثناء الحرب كيف نتعامل مع من يحاربنا مع أن يتربص بنا مع من وجد لو وجد قنبلة ذرية لم يوفرنها ها؟ كيف نتعامل معه؟ كيف نتعامل معه؟ نحن حملت رسالة نريد إيصال هذه الرسالة إلى هذا الجيل المدنيين وإلى من وراه من الأجيال إلى يوم القيامة صحيح؟ فمهما كانت التكلفة لهذه الحرب منا أو منهم كله أمر سائق لأن المصطح أعظم بكثير الصحابة رضي الله عنه لما جاءوا إلى هذه البلاد كم قتل منهم؟ اقرأوا تاريخ المعارك مع الروم ومع الفرس فتحات الروم فتحات الشام فتحات بلاد الفرس بعض الجيوش يعني آلاف من المسلمين ذهبوا ها؟ اقرأوا مثلا معركة الجسر معركة الجسر في العراق كم ذهب فيها؟ آلافنا المسلمين ذهبوا هكذا قتلوا في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يصير أهل هذه البلدة إلى يوم القيامة المسلمين فمهما كانت التكلفة منا أو منهم فهذا قليل في حق المصلحة التي يعني تتحصل من جراء قيامنا بهذا الجهد فالإسلام ترك باب الرق مفتوحا لكنه سعى إلى تضييقه سعى إلى تقليل مداخله وتوسيع مخارجه لا يوجد عندنا في الإسلام إلا مدخل واحد للرق وهو الحرب واحد من خمسة خيارات الاسترقاق ووسع مداخ مخارجه مخارجه رغب بعتق الرقبة فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ما من مسلم يعتق رقبة إلا كانت عتقا له من النار إلا أعتق الله بكل عضو منه أو عضوا منها هذه الرقبة عضوا منه حتى في رواية في صحيح مستبع حتى فرجه بفرجه كل عضو منه أنت تعتقه يكون سببا في عتق نظيره منك من نار جهنم هذا ترغيب في العتق كفارة القتل تبدأ بالعتق كفارة الظهار تبدأ بالعتق كفارة اليمين تبدأ بالعتق فوسع مخارج العبيد والرقيق وأمر حتى مع وجود الرقيق لم يمنع منه لكن أمر بالإحسان إليهم أطعموهم إخوانكم خوالكم يعني الله تعالى خولكم جعلكم مخولين في التصرف بهم هم تحت أيديكم ملكا وتصرفا فأحسنوا إليهم أطعموهم ما تطعمون وأسقوهم مما تشربون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون انظروا إليك كيفية التعامل مع الرقيق في بلادنا كما ذكرنا كثير من الصحابة والتابعين وأتباعهم والعلماء كان له رقيق كان له رقيق لكن كما قلنا نحن لا نأمر به ولا نمنع منه وكيف نتعامل مع أعدائنا إذا استرقوا منا هل نبقى نقول لا نسترق لا نسترقوا منهم صحيح كيفما يعاملوننا نعاملهم نعم لكن بالحسنة الآن تجارة العبيد موجودة في العالم ترى وبكثرة ومن أقوى التجارات وإن زعموا أن الأمم المتحدة أنهت العبيد لكنه موجود يؤتى بأطفال يسرقون من بلاد ويبعثون إلى بلاد أخرى من بلاد الغرب ويباعون هناك ويصيروا عبدا لكن هذا لا يبث لا ينشر على الإعلام ثم العبد في زمان هذا الذي دفعهم من ضمن المصالحات التي حصلت بينهم إلغاء نظام الرقيق أنهم كانوا يعني يعدونه كالبهائم يعني يجوز له أن يقتل عبده يجوز له أن يقتله يجوز له أن يحمل ليس له أي قيمة أما نحن فلا لا نعم الإسلام نعم من كثر ما بين فضل الرقيق الذي يحسن عبادة ربه ويحسن خدمة سيده قال أبو هريرة رضي الله عنه لو لا الحج والجهاد لتمنيت أن أموت عبدا شو؟ لما له من حظوة لما له من فضائل في الإسلام هناك دول قامت على عبيد الدولة الغزنوية في الهند دولة مماليك دولة دولة كامنة مماليك بلاد الكفر هذا لا يذكر أمام بلاد الكفر هم لا نسمع إلا موريتاني لكن في الحقيقة أولا يحتاج إلى تحقيق يحتاج إلى تحقيق لا نصدق كل ما يقال ولا ندري ما هي التفاصيل واضح؟ طيب فصل في الغنيمة اكتبوا في الغنيمة فصل في الغنيمة الغنيمة ما هي؟ اسم اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة واضح؟ وما يؤخذ منهم هدية أو سارقة أو خلصة أو هبة فليس بغنيمة وهو للآخذ خاصة هذا إذا مقيد بما إذا كان على وجه الخصوص تصرف خاص أما إذا كان متقويا به في الجيش يعني إحنا كتيبة خرجنا مع بعض سرية وأحد أفراد السرية بقوته مع السرية ذهب وسرق شيئا أو اختناء هذا يكون من الغنيمة ويخمس لكن مسلمون دخلوا دار الحرب سرقوا أو مسلمون أهدي لهم شيء من الحربيين أو فعلوا شيئا أخذوا المال من المحارب هذا يكون مالا خاصا له وليس غنيمة إيش الفرق الغنيمة عن غير الغنيمة الغنيمة تخمس إيش عن تخمس يعني يؤخذ منها الخمس خمس الغنيمة ويوضع في في ثلاث في ثلاثة مصارف صحيح؟ وعلم أن ما غنيمتم شيء فأن لله خمس و للرسول الخمس لله و للرسول و للذي القربة هذه لم تعد الآن و اليتام و المساكين و ابن السبيل فهذه مصارف الخمس اللي هو خمس الغنيمة و الأربعة الأخماس تقسم على الغانمين قال ولا تقسم غنيمة في دار الحرب داخل دار الحرب ما دمنا في أرض الحرب لا تقسم لكن يخرجها إلى دار الإسلام فيقسمها أين تقسم؟ بالإحراز ما هو الإحراز وأين تحرز إذا خرجنا من دار الحرب يخرجها إلى دار الإسلام إذا دخلنا دار الإسلام قال أبو يوسف إن قسمت في دار الحرب جازة وأحب إلي أن تقسم في دار الإسلام أبو يوسف رضي الله عنه قال لا ينبغي أن تقسم في دار الحرب لكن لو قسمت يجوز عند أبي حنيفة و كأنها لم تقسم حينما يرجعون إلى دار الإسلام تقسم قسمة جديدة يمكن أن تقسم في دار الحرب قسمة إيداع كما سيأتي معنا وسنفصله وقتها قال ولا يجوز بيعها قبل القسمة ولا في دار الحرم لأن في دار الحرم أو حينما دخلنا دار الإسلام ولم نقسمها كل مجاهد له جزء شائع فيها فكيف تبيع شيئا مملوكا للجميع فلا يجوز ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا سهم له وإن مات بعد إحرازها بدارنا فنصيبه لورثته الآن دخل المجاهد في المعركة في دار الحرب ومات أو قتل شهيدا ثم انتصرنا عليهم وأحرزنا الغنيمة أخرجناها من دار الحرب إلى دار الإسلام هل يعطى من قتل قبل الإحراز نصيبه من الغنيمة؟ هل يكون له نصيب؟ يعني هيك؟ آه آيوة خلاص أخذ أجر الشهادة ولا نصيب له في الغنيمة الغنيمة ينظر في النهاية من بقي من الغانمين من المجاهدين حيا هو الذي يعطى نصيب وما سوى ذلك أخذ الآخرة نعم قال فلا سهم له ومن مات من الغنيم في دار الحرب فلا سهم له وإن مات بعد إحرازها شو يعني إحرازها؟ أخرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام بدارنا فمن مات بعد إحرازها بدارنا متى تحرز إذا دخلنا بها دارنا دار الإسلام فنصيبه لورثته تكون ماذا؟ يعني هو أدرك الإحراز أدرك سبب الملك ما هو سبب ملك الغنيمة؟ الإحراز هل أدرك هذا السبب؟ نعم فيكون له نصيب من الغنيمة يأخذ سهما على حسب ما يستحقه فارس أو راجل كما سيأتي معنا ويقسم على ورثته لا ما إلها علاقة في هذه هذه مسألة غناء أموال ما هو سبب الملك؟ الإحراز هل أدرك السبب؟ لم يدركه إذن لا يجب شيء لا يجب له شيء إنسان لم يدرك وقت الزوال هل وجبت عليه صلاة الظهر؟ لا إنسان لم يدرك صلاة الفجر يوم الفطر هل تجوى صدقة الفطر؟ مات قبله صدقة الفطر سببها الفطر هنا الغنيمة ما سببها الإحراز؟ هل أدرك وقت الإحراز؟ إذن ليس له نصيب وإذا لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم فيها فلا تضمن بالإتلاف من يفسرها لنا؟ من هم؟ مدد الآن جاءنا مدد كتيبة أخرى تريد أن تساعدنا لما دخلت دار الحرب وجدتنا قد وضعت الحرب أوزارها وغنمنا الغنائم هل هؤلاء يستحقون الغنائم؟ وهم لم يقاتلوا ها؟ هل يستحقون؟ لكنهم في دار الحرب لو جاءونا وقد أحرزناها ها؟ يعني حجوا الناس مروحة وجدونا على الحدود داخل البلاد غانمين سالمين قالوا نريد أن نشارككم بناء على ماذا؟ هل أدركتم السبب؟ وهو الإحراز هل كنتم معنا؟ هم؟ الآن واحد ولد بعد طلوع الفجر يوم النحر هل يجب عليه صدقة الفطر؟ هل يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر؟ لا لم يدرك السبب صحيح يابد يكون حيا قبل طلوع الفجر ويطلع الفجر وهو حي الآن هذا لا بد يكون أدرك جزءا من المعركة في دار الحرب ثم أدرك الإحراز ليستحق هؤلاء إن أدركون ونحن في دار الحرب ثم انتقلوا معنا إلى دار الإسلام صاروا مستحقين يعني العبرة على الحدود خرج من الحدود ثم دخل الحدود مع الكتيبة مع الجيش هل يستحق؟ يستحق واضح؟ وإذا لم نفعل ذلك ربما سنحرم من المدد كثير من المشجعات على الجهاد الغنيمة فيقول لك إذا أدركتهم قبل أن يعني أو بعد أن تضع الحرب أو زارها ربما لا أستحق الغنيمة فلماذا أخرج؟ فيكون هذا تقليلا من المدد ليس كل الناس أغراضهم واحدة قال وَلَا تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ لو أتلف شيئا منها هل يضمن؟ طيب قال وَأَصْلُهَا النَّاقِلَةُ الْغَنَائِمَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِصَابَةِ لَا تُمْلَكُ بِالْمُجَرَّدْ أَصَبْنَاهَا نَمْلِكُهَا لا ليس كذلك وَيَثْبُتُ فِيهَا الحق قال وَهُوَ الْيَدُ الْنَّاقِلَةُ الْمُتَصَرِّفَةِ يَثْبُتُ فِيهَا الحق يعني بمجرد أن أخذناها في دار الحرب يثبت لي فيها حق تمام يثبت لي فيها حق هكذا مطلق تمام ما تعين وَهُوَ الْيَدُ الْنَّاقِلَةُ الْمُتَصَرِّفَةِ طيب وَتَأكَّدُوا الْحَقُ بِالإِحْرَاز إذن ملكي كوني أملك منها في دار الحرب هذا ملك متزلزل على خطر يمكن نعم يمكن أنا أقتل فلا يكون لي فيها نصيب يمكن ينقلب علينا أعدانا يأتينا مدد فينقلبون علينا ويتقوون علينا ويستردونهم إذا أدخلناها أحرزناها بدخولها دار الحرب خلاص الآن ثبت الملك تأكد الملك فيها قبل ولا تنطي لو أن إنسانا أتلف مثلا نصيب غيره بعدما ملكه يضمن في تفصيل سيأتي قال وَيَثْبُتُ بِالْقِسْمَةِ يَتَأكَّدُ الْحَقُ بِالإِحْرَاز وذلك بدخولنا دارنا وَيَثْبُتُ بِالْقِسْمَةِ خلاص صار حقا معينا ثابتا لي بعد القسمة فلو أسلم الأسير بعد الأخذ بعد أن أخذناه صار تحت أيدينا ثم أسلم قبل الإحراز وهو في دار الحرب لا يكون حرا لأنه أسلم تحت وطأة السيف أسلم تحت وطأة السيف ففيه شبهة في إسلامه ولو أسلم قبل الأخذ يعني الآن رأى المعركة دائرة أعلن إسلامه قبل أن نتمكن منه الآن لا سبيل لنا عليه صحيح ولو أسلم قبل الأخذ يكون حرا والدليل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب لماذا؟ لأنه لم يتحقق لم يتأكد الملك فيها لم يتأكد الملك كيف تبيع شئا لكل الغانمين فيه نصيب أن تتملك شقصا من كل قال والقسمة بيع معنا إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم في دار الحرب والقسمة إذا قسمناه في دار الحرب نوع من البيئ يعني أنا لمثلا لو فرضنا أن عشرة وعندنا عشرة أجهزة فمثلا هذه كانت الغنائم أنا لي عشر كل جهاز صحيح؟ فأنا أشتري كل عشر لي في تسعة أجهزة أو أشتري عشرة أعشار وتجمع في هذا الجهاز كل واحد يشتري من الآخرين ماذا؟ له في كل نصيب يعني في كل جهاز عشر فيشتري بعشره في كل جهاز عشر كل واحد في كل جهاز فهو القسمة نوع من البيع صحيح؟ فهو بيع نعم نعم مقايضة صحيح والقسمة بيع معنا فيدخل تحت النهي شوفوا حديث أو أثر نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ماذا استخرجوا منه؟ المنع معناه القسمة في دار الحرب قال ولأنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة ولو جاز قسمته قبل ذلك لم يؤخرها بدر بعيد عن المدينة فلم يقسمها في بدر وإنما قسم حينما دخل المدينة ولو جاز قسمته قبل ذلك لم يؤخرها لأنه في تأخير لحقوق الغانمين ربما يحتاجون إليه الآن فكيف تؤخرها؟ قال لأن تأخير الحق عن مستحقه لا يجوز مع حاجته إليه إلا بإذنه واحد له حق في هذا الشيء وأنت تمنع عنه الحق تؤخر عنه الحق هذا لا يجوز إلا بإذنه ولأن فيه ضررا بالمسلمين إيش هو الضرر؟ في عدم القسمة في الوقت الذي تجيب فيه عند الحاجة قالوا لأن فيه ضررا بالمسلمين لأن المدد ينقطع طمعهم عنها فلا يلحقونهم فلا تؤمن كرة الكفار عليهم وربما كان سببا لرجوع الكرة عليهم لاشتغال كل منهم بحمل نصيبه والدخول إلى وطن يعني هنا ذكر ثلاث علل العل الأولى أن القسمة بيع منعن معنا وهو ممنوع منهم ثم ذكر لو جاز قسمتها لما أخرها لماذا؟ لأن تأخير الحق عن مستحقه بدون إذنه لا يجوز ثم ذكر أن فيه ضررا بالمسلمين لو أننا قسمنا الغنائم في دار الحرب ماذا سيحصل؟ المدد سيقول لك ربما أذهب هناك وأجدهم قد اقتسموا الغنائم فما هي المصلحة؟ يعني أجرة الذهاب والإياب ستكون على نفقة الخاصة لن يكون لي نصيب من الغنائم فترك مسألة قسمة الغنائم إلى الدخول في دار الحرب حتى يعطى فرصة لمن أراد المدد أن يدركنا ولو في اللحظة الأخيرة ما لم ندخل في دار الإسلام ما لم نرجع إلى دار الإسلام يكون له نصيب نعم وهذا فيه إضعاف المدد دائما له أثر كبير أثر نفسي على إرهاب الكفار وأثر نفسي كذلك تقوية عزائم المجاهدين صحيح؟ نعم قلية الفقه الحنفي تقوية عزائم المجاهدين تقوية عزائم المجاهدين